لم يجي حد يشي ليك بحد يعني لا تصق به نرى يا أحبائي في سفر أرمية النبي إصحاح 6 يقول قد جعلتك برجا في شعبي حصنا لتعرف وتمتحن طريقه كلهم عصاه متمردون ساعون في الوشاية هم نحاس وحديد كلهم مفسدون اللي ساعون في الوشاية دول مفسدون اللي ساعون في الوشاية مفسدون نقرأ في أرمية إصحاح 9 احترزوا كل واحد من صاحبه وعلى كل أخ لا تتكلوا لأن كل أخ يعقب عقبا وكل صاحب يسعى في الوشاية طبعا مش كل صاحب إنما في بعض الأصحاب اللي هم مش حقيقيين يسعوا في الوشاية دول خلي لبالكم منهم احترزوا 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 من أي حد يسعى في الوشاية بعدين يقول ايه؟ ويختل الإنسان صاحبه ولا يتكلمون بالحق علموا ألسنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في الافتراء في ناس كده معجنين كده وافتراء ووشاية خلي بالك من دول ولا تعطيهم أذنك نرى في سفر أرمية النبي إصحاح 18 فقالوا هلما فنفكر على أرمية أفكارا لأن الشريعة لا تبيد عن الكاهن ولا المشور عن الحكيم ولا الكلمة عن النبي هلما فنضربه باللسان هلما فنضربه باللسان هلما فنضربه باللسان ولكل كلامه لا نزغي ازغي لي يا رب واسمع صوت خصمائي هل يجاز عن خير بشر لأنهم حفروا خفر لنفسي أذكر وقوفي أمامك لا أتكلم عنهم بالخير لا أرد غضبك عنهم ده أنا يا رب وقفت قدامك وأعدت أصلي من أجلهم أعدت أتكلم عنهم إنك تزيدهم خيرا إنك ترد غضبك عنهم وهم جازوني هذا الخير بالشر وقالوا هلما فنضربه باللسان النميمة والوشاية نرى يا أحبائي في إنجيل معلمنا لوقة في حديث القديس في حديث القديس يحنى المعمدان يقول وسأله جنديون أيضا قائلين وماذا نحن نفعل فقال لهم لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم لا تظلم ولا تشوا بقريبك وخليك عندك اكتفاء وشكر لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم